أكد المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي انكماشا لاتصاد بنسبة 21% في الربع الرابع على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث بسبب تداعيات الهجمات الإسرائيلية على قطع غزة وأضاف مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن هناك انخفاضات حدة بنسبة 22.5% في الصادرات وبنسبة 26.9% في الإنفاق الخاص وبنسبة 67.9% في الاستثمار في الأصول الثابتة وبنسبة 42.4% في الواردات في الربع الأخير وأفد المكتب بأن معدل التدخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس الماضي من 2.5% في فبراير أكد وزير الخارجيات الأردني أيمن الصفدي خطورة التصعيد الذي بين إيران وإسرائيل على المنطقة وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية شدد الصفدي على أن وقف التصعيد يتطلب وقف أسباب التوتر مشيرا إلى أن التحدي الأكبر هو ضمان أن لا يرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على الهجوم الإيرانية كلنا ضد التصعيد التصعيد خطر علينا جميعا وشهدنا التصعيد الخطير الذي تم قبل أي أيام ووقف التصعيد يتطلب وقف أسباب التوتر إيران ردت على القصف الإسرائيلي لقنصلية في دمشق وقالت أنها لن تذهب أبعد من ذلك وأنها لن تصعيد أكثر التحدي الآن هو أن نضمن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يرد ولا يصعد أكثر ولا يحاول أن يبعد الانتباه عن غزة وعن ما يجري في غزة للتركيز على المواجهة الإيرانية الإسرائيلية لا نريد التصعيد الخطوة الأولى في وقف التصعيد هي وقف العدوان على غزة وقف المجاعة في غزة وهذه المجاعة سببها أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كافي إلى غزة وتمنع حتى الأمم المتحدة من القيام بدورها في استلام المساعدات وفي إصالها